يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حفظه الله يوم الأربعاء المقبل أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى وسيتشرف رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه رعاه الله عبر الاتصال المرئي الذي يتناول فيه أيده الله سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية